موسيقى موسيقى أهلا بكم لقي عدد من عناصر الميليشيات الحوثية من صراعهم بعد مواجهات في جبهة حويشان في بئر المرازيق بالجوف كما سقدت عناصر حوثية بكمين في جبهة حلحلان قرب محزمات ماس شمال غربي مارب مارب والجوف المحافظتان المشتعلتان في وجه ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران إذ تشد معارك الكر والفر يوميا بين القوات الحكومية مسنودة بالمقاومة وعصابة الحوثي حيث تحاول الآخرة إحراز تقدم ميداني بأي تكلفة قد تدفعها في سبيل الوصول إلى أهداف إيرلو الذي يستميث على الوصول إلى مأرب إلا أن أبطال القوات الحكومية والقبائل جعلوا من هذه الجبهات ثم انعلق من تتجرعه عصاباته لتعود جحافلها جثث همدة أو تتحلل في الوديان والصحاري أما شرق الحزمة في الجوفة كانت مجامي حوثية حاولت تنفيذ هجوم تريد من خلاله الوصول إلى مواقع المنطقة العسكرية السادسة بجبهة حويشان في منطقة المرازيق تمكن أفراد القوات الحكومية من إفشار الهجوم ملطين العناصر المهاجمة قتلى وجرح بالعشرات كما أعتبث لث أطقم جراء انفجارها بألغام أرضية زراعتها الميليشيات في وقت سابق أثناء فرارها من جبهات القتال من هنا من ميادين الشرف والبطولة من سحاري الجوف نبشركم النام الرغنانو في الحوثيين وإنهم مهزومين مقتلين مشردين ولازالت جثثهم مرمية في السحاري أما شمال غربي محافظة مأرب بجبهة الجدعان تمكنت القوات الحكومية من وضع كمين محكم لمجامي حوثية في جبهة حلحلان كانت تحاول زرع الغام وعبوات ناسفة في الجهة الأخرى ذكت ضربات جوية ومدفعية آلية حوثية كانت محملة بتعزيزات في جبهة الجدعان بالقرب من محزمات ماس هنا يتلقى العدو خسائر فادحة خسائر في العتاد والعدة والأرواح وأبشركم في الأيام السابقة تم أسر استطلاع العدو لجبهة الميمنة ومهندس ألغامهم وأتحداهم أن ينكروا لأنه أنا والزملائي من أبطال اللوامي 21 تم أسر هندسة العدو واسمه الكوماني فهنا الأبطال يلقنون العدو أقصى الدروس ويعلمونه أصول الحرب بل أنا أقول لهم لن تطع أقدامكم النجسة أرض معرب الطيبة بل أرض ماس الطيبة يعني لن تطع أقدامكم مهما حاولتم أما في جبهة الكسارة فالمعارك لا تزال تشتد بين الحين والآخر مع الجماعات الكهنوتية إثر استقدامها مقاتلين لتعزيز عناصرها في هذه الجبهات التي باتت كابوسا للحوثيين تحصد النسقتل والنسق الذي تدفع بهم الميليشيات في المعارك دون أن تحقق أي مكاسب على الأرض عبدالعان نحنان لقناة اليمن اليوم محافظة مأرب إلى ذلك أفادت مصادر محلية عن استشهاد وإصابة ستة مدنيين جراء صاروخ أطلقت الميليشيات الحوثية على حي الروضة السكني شمال مدينة مأرب وأوضحت المصادر أن شضايا الصاروخ أدت إلى استشهاد طفل وإصابة خمسة مدنيين آخرين اثنان منهم في حالة حارجة علاوة على أضرار مادية بالغة في منزلين وفي باص نقل في الحي المكتض بالنازحين وتأتي هذه الجريمة في سياق الجراء مروعة بحق المدنيين تقترفها ميليشيات الحوثي بالقصف الصاروخي والمدفعي والطائرات المسيرة على الأحياء السكنية وعلى مخيمات النازحين في مدينة مأرب معرضة حياة أكثر من 2 مليون مدني للخطر موسيقى 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 حسين الحداد وينزوف دم من هنا واحد قعد في راسه واحد قعد في رجله وولد عمي السيف وطلع المصور هو يبكي بعدها أنا قلت افتجعت قلت لقلنا عايقه واحد صاروخ ثاني جاء طلعت البيت حقنا هذا قلت هنا على العب أنا واصحابي وقالت صاروخ نحن البطحنا كلنا بعدها قمنا قلنا لنا وقلنا هم ميتين وذا طلعهم فقط أنا كنت معاهم قلنا يدخل البس البوتي وبعدها اندخلت البس البوتي والصاروخ اضطرها هناك عشرات السواريخ يوميا عشرات السواريخ لا أكذب إن قلت كل الساعة يستهدفوا مدينة مارب الأهل بالسكان والأهل بالملايين النازحين وهنا وهذا اليوم خير شاهد أطفال يلعبون في شارع في مدخل الحارة ويستهدفهم شاروخ بالسي لا ذنب لهم إلا أنهم يسكنون من مدينة مارب في الجوف أكد العقيد يحياء الحاسر أركان حرب اللواء مئة وسبعة وتسعين أن القوات الحكومية صدت هجوما حوثيا على منطقة ضحيضة في الجوف وكبدت هذه الميليشيات خسائر في العدد والعتاد شنة الميليشيات الحوثية هجوما على جبهة يطحيضة يوم عمس بتاريخ 2-4-2021 وقد تصدى لها أبطال الجيش الوطني بالمنطقة العسكرية السادة من جميع الوحدات العسكرية بكل بسالة وقد تكبدت ميليشيات الحوثي خسائر فاتحة في العتاد حيث تم تدمير ثلاث مدرعات وإحراقها وتدمير كذلك وإحراق تقمين وتم قتل 6 من الميليشيات الحوثية وتم عسر 4 من ضمن الميليشيات الحوثية رسالتنا إلى أهالي المغررين بهم في صفوف الميليشيات الحوثية الحفاظ على من تبقى من أبنائهم بعدم اتزج بهم إلى المحارق التي تتلقاها الميليشيات الإنقلابية في السياق ذا تشنت القوات المشتركة والمقاومة هجوما استباقيا على مواقع ميليشيات الحوثي جنوبي مدينة دمت شمال غرب جبهة مريس في الضالع وذكر مصر عسكري أن الهجوم الأسفر عن مصر أكثر من 30 حوثيا وجرح آخرين علاوة على استعادة أسلحة وذخائر من الميليشيات وأضف أن القوات المشتركة والمقاومة أفشلت هجوما واسعا للميليشيات الحوثية باتجاه مواقعها في قطاع صبيرة في الجب في الحديدة فتحت ميليشيات الحوثي نيران أسلحتها الرشاشة على العيان المدنية في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيطة وأطلقت هذه الميليشيات النارة من مختلف أنواع الأسلحة على القرى السكنية ومنازل المواطنين في المنطقة وتسبب الاستهداف الحوثي بحالة من الخوف والهلع في أوصاد المواطنين القاطنين في منازلهم ألاف الألغام نزعها مشروع مسام خلال الأسبوع الرابع من شهر مارس زرعة الميليشيات الحوثية في المناطق السكنية ومزارع المواطنين والطرقات قبل فرارها ودحرها منها وذلك ضمن جهود المشروع المتواصلة لتخليص اليمنيين من شراكها الذي يهدد حياة المدنيين جهود حثيفة تفيلها الفرق الهندسية التابعة لمشروع مسام لتخليص المدنيين من خضر ألغام الحوثية التي تهدد حياتهم وتضربصوا بخضواتهم أينما توجهوا ففي الأسبوع الرابع من شهر مارس الجارية نزعت الفرق الهندسية الفين وسبعمائة واثنين وثمانين تنوعت بين ألغام وذخائر غير متفجرة وعبوات ناسفة زرعتها الميليشيات الحوثية في كل منطقة تواجدت فيها ومنذ بداية شهر مارس الجارية نزعت الفرق الهندسية أكثر من ثمانية آلاف لغم وذخيرة غير متفجرة وعبوة ناسفة كما نفذت عملية إطلاف وتفجير لثلاثة آلاف خمسمائة وستة وسبعين من الألغام والمتفجرات في باب المندب بالساحل الغربي في عملية تعد الحادي والخمسون في الساحل الغربي والمئة وخمسة في اليمن وبهذه الجهود المطنية والمتواصلة للفرق الهندسية فقد بلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية عمل المشروع حتى الآن أكثر من مئتين وثمانية وعشرين ألف من الألغام والمتفجرات التي زرعتها الميليشيا في الأراضي والمدارس والمزارع والطرقات ومنازل المواطنين وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة ورح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخضيرة أو بثر للأعضاء وتركتهم يحملون أيعاقات دائمة الفرق الهندسية تسعى جاهدة إلى تطهير جميع الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر غير المتفجرة والعبوات الناسفة وتدريب مزيد من الكوادر الوضنية على نزعها ووضع آلية تساعد اليمنيين على امتلاك خبرات مستدامة في هذا المجال لحماية أنفسهم وأهليهم من هذا الخضر الذي يقض مضاجعهم ويؤرق حياتهم أينما كانوا وحيثما حلوا ألغام الحوثي في مواجهة مباشرة مع المدنيين تحديدا في تهائم الحديدة دونما وجود وازع أخلاقي للميليشيات في حربها يقبل ذلك تغاضي واضح من المجتمع الدولي حيث يتم رصد حالات الانفجار من هذه الألغام والتي تصيب المدنيين بشكل يومي ويتم رصد أيضا استحداثات متكررة من قبل الميليشيات لعمليات زراعة هذه الألغام محايدون في زمن الحرب وضحايا أساسيون لطيش ميليشيات الحوثي الإرهابية التي تدخل حاليا في تهام مواجهات مع المدنيين الأبرياء عائلة من خمسة أطفال نزح بهم والدهم من الدريهم علّه يحافظ على حياتهم ولكن لم يكن على علم بأن الأجل الذي ولى ظهره له سيتبعه إلى مكان النزوح بلغم زرعته يد الغدر الجبانة الآثمة أنا مازين ابن الشهيد زحية راجحي الشريفين تفجر بألغم ورأي عمد حاطف يدور لحنا لكم تفجر بألغم حق الحوثي ونزحنا من القازة إلا لهم لما أنا أحد ولا يدور بعدها أنا أحد أنا الله سبحانه وتعالى فالحان البداية مش هرح أدرس من رأي شهر سنوات بدل ما رح أدرس هرح أدور رحواني لكم يتأيش خمسة أطفال آخرين فقدوا معيلهم ويبدو أن طلب الرزق في تهائم الحديدة بات خطرا معدقا بالإنسانية جراء حرب ميليشيات تزرع الموت في كل واد غير مبالية بمصائل المدنيين على قعائد تهامة ينقل أبناؤها إلى المستشفيات محمولين جراء الانفجارات المتتالية للألغام بالمدنيين الأبرياء في ظل استمرار من الميليشيات بالتسلل لزراعة المزيد منها والدخول فعليا في مواجهة مع المدنيين بل والانتقام من الأرض التي لفظت الميليشيات وأعلنت نفسها مطهرة مشهد يومي تعودت عليه تهامة دفن متواصل للمدنيين الأبرياء دونما تحرك من الأمم المتحدة بنزاهة الوساطة لإيقاف كل هذا العبث بالأرواح بل ودونما وجود أي رادع يوقف الميليشيات عند حدها في رقم مكافحة الألغام تقوم بالواجب ولكن الاستحداث الجديد عبر التسللات الحوثية تضع جميعا أمام استمرار حالة نزيف الدم ويبقى الثالث أن الحل العسكري لتأمين تهائم تهامة واجب بعيد عن التحرير والحديث حول تفاصيل هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس منظمة رصد الحقوق عرفات حمران أهلا بك سيد عرفات أهلا بك وأخواني مشاهدين مرحبا بك كما تحدثنا في التقرير هناك رصد لألغام الميليشيات الحوثية التي تتربص بالمدنيين هذه الجرائم هل هي موثقة لديكم بشكل يومي وإذا قمتم بالتوثيق ماذا بعد التوثيق طبعا الميليشيات الحوثية ارتكبت جرائم بحق الشعب اليمني منها جرائم الألغام وزرعت ما يقارب من 2 مليون لغم في مناطق التي تتواجد فيها وهناك 50 ألف لغم في الحدود السعودية اليمنية كما أنها زرعت أيضا ألغام بحرية بالمئات في البحر الأحمر ويهدد الملاحة الدولية والتجارة العالمية هناك ما يقارب ألفين من بحايا هذه الألغام ماتوا بالألغام وهناك ما يقارب من أربع ألف أكثر من أربع ألف هؤلاء جرحاء هذه الألغام وبعضهم يتلقى العلاق في مركز الملك سلمان في تعز وعدن ومارك في مركز الأطراف ويتلقون أيضا تأهيل نفسي جراءها الصدمة النفسية التي حدثت لهم نحن كمنظمات مجتمع مدني نعمل على تحقيق هذه الجرائم من أجل خفق حقوق الضحايا ونأجل أيضا التعويض العادل مستقبلا وأيضا من أجل أن لا يفلت ملتكبي هذه الجرائم من العقاب ولدينا يعني صرص محلية مثل لجنة الوطنية للتحقيق دائرة أخوة النساء وأيضا نقدمها إلى مجلس حقوق الضحايا طيب سيد عرفات هذه التقارير التي تقومون برصدها هل تحفظونها لبعد فترة بعد أن تضع الحرب أو زارها أم تقومون برفعها إلى جهات مختصة أم ماذا؟ نحن نعمل بشكل دوري بتسليم هذه الانتهاكات إلى مجلس أخر الإنسان وإلى اللجنة الوطنية لأن اللجنة الوطنية ستقيم بعادة التحقيق مرة أخرى وتقوم الآن في التحقيق في مناطق الحديدة وحاليا ومارب وتعز وفي مناطق كثيرة الجرائم هذه نحن نرفعها بشكل مستنق وهناك لجان تحقيق ولجان أيضا للتأكد وهذه الجرائم ليست من الجرائم التي لها فترة معينة هي جرائم لا تسقط بالتقادم وتظل طالما هي مفتوحة وطالما المجرمون لم يفتوا من العقاب طب جزيلة شكر لك سيد عرفة حمران رئيس منظمة رسل الحقوق توفي القيادي المؤتمري النبي المعياد بعد فترة وجيزة من خروجه من السجون السرية للميليشيات الحوثية لإصعافه من إصابة خطرة تعرض لها أثناء عمليات التعذيب وأفادت مصادر مقربة من الفقيد معياد أنه ظل خلف قضبان السجون الحوثية طيلة ثلاث سنوات ذاق خلالها شتى وأقسى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي وبحسب المصادر فقد أسفرت عمليات التعذيب التي تعرض لها نبي المعياد إلى إصابته إصابة بليغة في الرأس ما أضطرهم لنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج قبل أن يفارق الحياة بعد أيام من خروجه من المستشفى واتقلت الميليشيات الحوثية القيادي المؤتمر نبي المعياد في الثامن من يونيو عام 2018 في إطار الحملة التي شنتها بحق عدد من قيادات الحزب عقب انتفاضة الثاني من ديسمبر ضد هذه الميليشيات شهدت القاهرة على العاصمة المصرية مهرجانا تاريخيا مهيبا لموكب نقل 22 موميا لملوك مصر القدامى من المتحف المصري بميدان التحريب العاصمة القاهرة إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفستاد أول عاصمة إسلامية في مصر حدث تاريخي أسطوري يلخص الزمان ويضع سبعة آلاف سنة حضارة في مهرجان كرنفالي خطفت به مصر أنظار العالم خلال عرضها لموكب مهيب وغير مسبوق لنقل 22 موميا لملوك مصر القديمة من موقعهم الحالي في المتحف المصري بميدان التحرير في قلب القاهرة الذي مكثت فيه أكثر من مئة عام إلى موقعهم الجديد في المتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفستاد بالحدث التاريخي اللي حصل النهاردة هو موكب نقل المميوات موكب المهيب الأسطوري الفريد الذي لم يحدث من قبل يدرنا الحمد لله نوصل لكل بيت في العالم يدرنا نوصل رسائل يدرنا نقول أننا نحترم ملوكنا وأجدادنا يدرنا كمان نقول مصر أمينة اليمن اليوم وإلى جوار أكثر من أربعمائة قناة عالمية كانت حاضرة للمشهد المهيب الذي افتتح بعروض موسيقية عزفة سمفونية ماضي عريق وأضواء مبهرة لونت سماء مصر ومزجت بين عظمة الأجداد وريادة الأحفاد عربات تحمل حقبة زمنية من الحضارة مزينة بأشكال ذهبية على الطراز الفرعونية تحمل أسماءها باللغة الهيروغليفية المصرية القديمة واللغة العربية بحسب الترتيب الزمني لحكمها هو الحدث والموكب الزهبي اللي مرت به مصر النهاردة وأبهرت به العالم كله هو تحدي للمصريين بأنفسهم في ظل الظروف اللي احنا بنبر بيها وهي جائحة كورونا أثبتت وأرادوا وقووا عزيمة المصريين وأثبتوا للعالم كله أنه هم قدروا يحققوا هذا الموكب وهذا الحدث الكبير اللي وضح للعالم كله عظمة أجدادنا المصريين وعراقة الحضارة المصرية الموكب الذي تقدمه لثيف من الشباب والشابات المتوشحين بالزيل الفرعونية وفرسان الخيالة بصحبة فرق الموسيقى العسكرية المرتدية للملابس الفرعونية انطلق من ميدان التحرير في رحلة ذهبية ودار مع صينية الميدان ثم توجه إلى ميدان سيمون بوليفار وواصل طريقه بمحاذاة كورنيش النيلة مرورا بمجرى العيون حتى حط الرحالة في محطة الأخيرة والنهائية بالمتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفستادة المجهز بأحدث التقنيات وصناديق أكثر حداثة للمحافظة على الموميوات من الرضوبة والحرارة هي مصر بتوصل رسالة للعالم بتقول لهم أن مصر النهاردة مصر بتفرح نحن النهاردة بنقول لكل العالم تعالوا شوفوا مصر تعالوا شوفوا مصر بتعمل ايه نحن عندنا حدث عظيم جدا لم يحدث مثله في العالم كله نقل 22 ممياء ملكية فقامت الرئيس عبدالفتاح السيسي بنفسه متواجد في متعف الحضارة لاستقبال ملوك مصر القدامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي كان حاضرا وبقوة في المشهد وقام بافتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية قبل انطلاق الموكب معبرا عن هذا المشهد المهيب بالدليل الجديد على عظمة الشعب المصري حارس هذه الحضارة الفريدة التي تعود الى عمق التاريخ وفور وصول الموكب الى المتحف القومي للحضارة المصرية الذي كان الرئيس السيسي في استقبال ملوك الفراعينة اطلقت المدفعية 21 طلقة في الهواء احتفاء بها واطلقت وزارة السياحة والاثار فيلما ترويجيا بمشاركة كوكبة من الفنانين المصريين وعدد اخر من بعض المواقع الاثرية المصرية بالاقصر واسوان والاهرامات برسائل من لغات مختلفة تدعو السياح من مختلف دول العالم ان يجعلوا من مصر قبلة للسياحة ومن المقرر ان يفتح المتحف ابوابه امام الجمهور اعتبار من 18 ابريل بعد الانتهاء من عرض الموميوات التي تستلهم الماضي العريق وتستشرف الحاضر والمستقبل المشرق للحضارة الانسانية هكذا نقل المصريون كنوز حضارتهم محروسة بقلوبهم وعينهم للحفاظ على هذا التراث الانساني الفريد الضار بجذوره في التاريخ امين العتيبة اليمن اليوم القاهرة وللحد يتحول هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف سيد بسام الشمع باحت في علم المصريات اهلا سيد بسام اهلا بكم وبحضارة اليمن ومصر العظيمة اهلا ومرحبا بك سؤالي لك ما الذي ستضيفه هذه الخطوة خصوصا نقل هذه الموميات الى المتحف القومي للحضارة وهو مجمع قديم لمثل هذه الحضارات هي خطوة متفردة هو يوم استثنائي جدا مبارح كلنا يعني كنا في انتظار بل العالم كله اكتب من 400 قناة عالمية كانت بتنقل اذا استطاع المصر القديم مرة اخرى اه يعني يجعل العالم كله ينظر ويحاول انظاره الى مصر وى قاهرة مصر العظيمة والعجيب ان احنا العالم كله الان كما نعلم جميعا اه متمركز في تفكيره على كوفيد 19 في اسبري اتنين وعشرين مصري ومصرية ياخذوا الاهتمام ولو لوهلة من هذا الباباء الذي نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يخلصنا منه سريعا باذن الله اما بالنسبة ان شاء الله اما بالنسبة للتنين وعشرين ملك والرحلة في نفسها فالحقيقة للتنين وعشرين ملك يضموا اسماء كل واحد فيهم يعني يقدر تعمل فيه دكتوراه فلدينا مثلا الحلم الذي كنت تمناه وحدث وكنت سعيد جدا امس كان يتم ان يتقدم المصدر ويتقدم المشهد والموكب الملك ثق من رعطاعه الثاني وبالفعل وزارة الاثار وضعت هذا الملك في الاول ولم تضع مثلا رمسيس الثاني والدليل على هذا ان هم اخذوا الحاجة من نحاية تاريخية الاخدم فالاحد فبدأوا في الاخدم وهو ثق من رعطاعه الثاني من الاسرة السبعتاشر ثم اخر ملك كان الملك رمسيس التاسع فنحن نعلم ان مصر خط حكمت باحداشر رجل اسمه رمسيس مش رمسيس التاني بس لكل الناس عارفه نعم ايضا لدينا شخصية عظيمة سبتاح وهو كان من المتحد اليعاطة يعني والملكات يعني الانتقال الى هذا المكان كان لم يكن فقط انتقالا لمكان اخر ولكن ايضا هو اشارة الى هؤلاء الشخصيات التي كتبت وسطرت التاريخ وايضا يعني رصد لمراحل تاريخية يعني تفليل للمراحل التاريخية حتى في الموكب نفسها اذا متى سيتم السماح بزيارة هذا المتحف اما ان هناك ترتيبات ما زالت تقام في المتحف المتحف يبدأ زيارته من اليوم وبتخفضات في التذاكر ولكن المميوات نفسها لن يكون حتى تقريبا اسبوعان حتى ان يدرسوا الوضع ويكشفوا عن المميوات ودعوها بحيث تكون في امان الامنية الوحيدة والاقتراح الاخير اللي عايز اضيفه هنا انا بتمنى على غزارة الاثار والسياحة ان تبدأ موجة من مواكب من سياحة المواكب والمر القادم ان شاء الله نأخذ المميوات الى وادي الملوك ووادي الملكات لتكون احتفالية مهيبة ان شاء الله نعم جزيل الشكر لك سيد بسام على هذه الاضحات تتابعونا بعض الفاصل استمار ارتفاع الاصابات المعلنة بكورونا ومؤتمر من صحفي في التعز عن تطور الوضع الوبائي اشتركوا في القناة اهلا بكم اعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا تسجيل اكثر من 90 اصابة جديدة وهي حالة وفاة تسبب بها كوفيد ناينتين واوضحت في حسابها على تويتر تسجيل 77 اصابة جديدة منها 46 في حضر موت و13 في شبوة و10 في تعز و7 في لحج وحالة واحدة في البيضاء واضافت ان حالات الوفاة المسجلة بلغت 16 حالة منها 7 في حضر موت و5 في تعز واثنتان في شبوة وحالة واحدة في كل من لحج والمهرة ليصل اجمالي حالات الاصابة الى 4697 حالة منها 932 حالة وفاة ويضا 1715 حالة شفاء في تعز عقد مكتب الصحة العامة وسكان مؤتمرا صحفيا حول اخر تطورات الوضع الصحي بتعز جراء تفشي الموجة الجديدة من فيروس كورونا في المؤتمر الذي عقد في قاعة المختبر المركزي استعرض مدير الصحة بتعز اخر الاحصائيات بالاصابة بهذا الفيروس الذي تثير القلق وتدعو الى الخوف في ظل عدم توفير الاحتياجات اللازمة لمواجهة الجائحة طبعا اخرى المستجدات بلغ اجمالي عدد الحالات المؤكدة حتى يوم امس يعني الى ما قبل دائما عندما نطلق البيانات نطلقها الى ما قبل 24 ساعة بلغ اجمالي عدد الحالات الايجابية الى قبل 24 ساعة 456 حالة ايجابية مؤكدة في جميع عموم 456 حالة مؤكدة الى قبل 24 ساعة بلغ اجمالي الوفيات المؤكدة باليصابة الكوفيردينتين 57 حالة مؤكدة الارقاب كبيرة ومخيفة اذا ما قورنت بالموجة السابقة في الموجة السابقة خلال 4 اشهر الى 5 اشهر كان اجمالي عدد الحالات المؤكدة 301 حالة وكان عدد الوفيات خلال 5 اشهر 81 حالة وفاة معانا مخططات بيانية تدل على ان الوباء منتشر في كم بؤرة في المحافظة هذه البؤر محددة ومعروفة نريد عمل مسح لا نستطيع ان نفحص الف عينا في يوم واحد نستحيل الا اذا كان عندنا ثلاثة اجهزة تعمل في وقت واحد كل جهاز ممكن ان يقيس في اليوم 300 عينا نستطيع نتنبأ ونعطي تقارير وبائية عن مسار هذا الوباء عالميا يقترب عدد المصابين بفايروس كورونا من عتبة 131 مليون ونصف المليون في وقت يشهد العالم موجة جديدة من هذا الوباء هذه الموجة ادت الى عودة عدد من الدول الى تشديد الاجراءات وذكرت اخر الاحصائيات ان عدد المصابين بكوفيد ناينتين وصل الى 131 مليون 488 ألف شخص فيما تجاوزت الوفايات مليون و861 ألف شخص وصل عدد من تم شفاءهم من المرض الى اكثر من 105 ملايين و893 ألف شخص تتابعون بعض الفاصل اكثر من 5000 انتهاك ارتكبت المليشيات الحوثية في صنعاء خلال العام الماضي اشتركوا في القناة رصد مركز حقوقي اكثر من 5000 انتهاك حوثي متنوع ارتكبت هذه المليشيات في مدينة صنعاء السنة الماضية بينها العشرات من الاحكام القضائية التعصفية ذات الطابع السياسي في حق معرضها اكثر من 5000 انتهاك حقوقي متنوع ارتكبت مليشيات الحوثي في مدينة صنعاء السنة الماضية بينها العشرات من الاحكام القضائية التعصفية ذات الطابع السياسي في حق معارضين التقرير الذي اصدره مركز العاصمة الاعلامي اكد ان المليشيات المدعومة من ايران ارتكبت اكثر من 5157 انتهاكا توزعت بين الاختطافات والاختحامات الواسعة وعمليات المصادرة والنهب الممنهج للاراضي والممتلكات والسطو على مواقع اثرية بالاضافة للانتهاكات والجرائم المنظمة بحق التعليم والمرأة فضلا عن استهداف الهوية الوطنية المليشي اصدرت خلال الفترة ذاتها اكثر من 268 حكما قضائيا مخالفا للقانون جميعها سياسيا ضمن الاجراءات التعصفية ضد سياسيين وصحفيين اكثر من 2385 انتهاكا وجريمة تم توثيقها تنوعت بين القتل والاصابات والاختطافات والاعتقالات التعصفية والاختحامات والمداهمات لمنازل المواطنين والمؤسسات والمحال التجارية واثنتين واربعين واقعة نهب لمؤسسات اهلية بارزة ومداهمة واغلاق لثلاثة وثلاثين مقهى ومتنزه سياحي ومائة واربع واربعين واقعة مصادرة لملايين الريالات من الطبعة الجديدة للعملة الوطنية على تجار وشركات صرافة وكذا مائتين وثلاث وعشرين واقعة سطو مسلح على اراض تعود لمواطنين وللدولة الميليشيا القوثية ارتكبت ايضا اكثر من 355 انتهاكا بحق التعليم العام والجامعي منها مائة واثنتان واربعون حالة تجنيد لطلبة مدارس في احياء امانة العاصمة فضلا عن توثيق ثلاثمائة واقعة تجنيد لمهمشين من الفئات الاشد فقرا واثنتين واربعين واقعة تجنيد لمهاجرين افارق من جنسيات صومانية واوثيوبية المركز الحقوقي سجل اكثر من تسعمائة حالة انتهاك طالت النساء توزقت بين القتل والاصابة والاعتداءات المختلفة وفيما يتعلق بسوق المشتقات النفطية رصد التقرير اكثر من ثلاث وعشرين واقعة حريق في احياء العاصمة وثلاثمائة حالة احتجاز تعصفي لمقطورات تنقل المشتقات النفطية في مداخل صنعاء ومحافظات خاضعة لسيطرة المليشيات بهدف خلق طلب زائد على وقود السوق السوداء تفتعل المليشيات الحوثية ازمة غاز منزلي وهناك ارتفاع كبير في المواد الغذائية قبل دخول شهر رمضان المبارك والخطوط الجوية اليمنية تعلن استئناف الرحلة الجوية الداخلية من والى مطار الريان تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي ازمة غاز منزلي خانقة لاكثر من اسبوعين على التوالي ولا تزال مستمرة في العاصمة صنعاء وبعض المحافظات بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك وبحسب المصادر فان ازمة الغاز برزت مجددا بشكل مفاجئ ما يوحي بانها مفتعلة من قبل المليشيات وذلك بهدف اخضاع المواطنين لاهداف سياسية تتبعها الجماعة حيث تباع للصوانة الواحدة في السوق السوداء باكثر من ستة الاف ريال يأتي ذلك في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون من انقطاع المرتبات وارتفاع سعار المواد الغذائية بشكل غير مسبوق خصوصا مع اقتراب الشهر الكريم يواصل الريال اليمني تحسنه بشكل طفيف امام العملات الاجنبية خلال التعاملات الاخيرة في مدينة عدن حيث سجل سعر صرف الدولار تراجعا في عدن ليحقق 882 ريال للبيع و872 ريال للشراء كما انخفض سعر صرف الريال السعودي بشكل طفيف ليبلغ عند 232 ريال للبيع و227 ريال للشراء وفي صنعه استقر سعر صرف الدولار عند بسوى 600 ريال للبيع و599 ريال للشراء فيما سجل سعر صرف الريال السعودي 158 ريال للبيع والشراء وتشهد اسعار صرف العملات تفاوتا في مختلف المحافظات اليمنية نتيجة اختلاف السياسات والاجراءات المتخذة من قبل المؤسسات النقدية في كل محافظة انقضى اكثر من شهر على احداث موعد كانت الولمتحدة حددته لوصول فريق من الخبراء لمعاينة ناقلة النفط اليمنية صافر وصيانتها دون ان يصل الفريق في وقت تواصل فيه الميليشيا الحوثية عرقلتها للجهود الاممية الهادفة الى تفادي كارثة محققة قد يتسبب فيها تسرب اكثر من مليون برميل من النفط الخان في مياه البحر الاحمر وفي حين تتعالى الاصوات اليمنية داعية الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي الى اتخاذ تدابير اكثر صرامة لاجبار الميليشيات على السماح بوصول الفريق الاممي لتقييم الناقلة واجراء الصيانة الضرورية جددت الحكومة اليمنية تحذير المجتمع الدولي من مخاطر كارثية لتسرب او غرق او انفجار ناقلة النفط صافر راسية قبالة مينار اسعيسى شمال مدينة الحديدة اعلنت الخطوط الجوية اليمنية السيناف الرحلات الجوية الداخلية من مطار الريان بمدينة المكلة بمحافظة حضر موت اعتبارا من يوم 9 ابرير الجاري وقالت اليمنية في بيان لها ان العمل سيكون من و الى مطار الريان الدولي خط الرحلة ذهابا و ايابا عدن الريان سقطرة وسقطر الريان عدن وفيما يتعلق بالرحلات الدولية قالت الخطوط اليمنية انه سيتم وضع برنامج للرحلات الخارجية من مطار الريان اسوة بمطار عدن وسيكون قريبا دون الاشارة الى تاريخ محدد اكد الرئيس الامريكي جو بايدن بان الولايات المتحدة خلقت في مارس اكبر عدد لفرص العمل الجديدة لكنه حضر من ان التقدم في التعافي الاقتصادي قد يتراجع وذكر بايدن ان عدد فرص العمل خارج قطاع الزراعة ارتفع خلال مارس بواقع 916 الف ما يمثل اكبر زيادة منذ اقصص 2020 وتأثر الاقتصاد الامريكي بشكل كبير بسبب جايحة فيروس كورونا حيث سبق ان ارتفع مستوى البطالة عام 2020 الى مستويات قياسية منذ فترة الكساد الكبير تذكير بأبرز عنوين هذه النشرة صرع وجرح من القوثيين بمواجهات في جبهتي خويشان بالجوف وحلحلان في مارب خسائر حوثيين بهجوم استباقي في جبهة مريس وافشال تسلل للميليشيات في صبيرة من جبء بالضالة مصر تبهر العالم بعرض غير مسبوخ لموكب ملكي 22 موميا فرعونية ألقاكم على خير بإذن الله تعالى في النشرة القادمة للفعل